ريحة رمضان على ملعيك فام بداية حلول كأن هناك مجالس ويزارية مغيقة في بتاع الصحة المجلس ويزارية أول في قطاع النحل ومثلنا لأنه قطاع كبير وإن شاء الله اليوم نفس الشي حابينا نحلو الحوار في هذا القطاع تعرفوا السف القطاع هذا معناها طبعا القطاع مهم من ناحية استثمار من ناحية التشغيل من ناحية تقريب 4% من قومي الخام ولكن القطاع هذي طبعا تعب كل عاملية بعد الثورة أصبحت هناك نوع من أزمة السيقة بين المتعاملين وبين المواطن كاسف عاما وأعتقد أن كل الأطراف عند الحق في العملية هذه يعني الشفافية ربما ناقصة في القطاع ويلزم نكون ناقصة في الشفافية القطاع هذي يجب المواضيع عديدة يعني موضوع الدعم سنة أكثر من ألفين مليون دينار تقريب في دعم المحلوقات مسألة فلصفات متع قفصة يعني الفلصفات في حداته والتنمع في ولاية قفصة اللي معناها سنوات عديدة معناها الملاي هذه كما كان هناك تداعيات كبيرة لإنتاج الفلصفات وغيرها معناها الملايات توقف الإنتاج مسألة العجز الطاقي اللي أثر على ميزان تيجاني ومؤثر على سهل صرف الدينار وهذه الكل اللي تخلنا فيه وربما لم يقع الاستشراف لأنه كنا نشوفه مقبل معناها نسبة التخطية في 2010 وكان فوق 90% توقف معناها معناها أبانا 3% لذي كله لأسف ما صارت استشراف اليوم ما احنا نحن نزيل الاسمتع اليوم فعلا فم عجز طاقي أثر على ميزان التجاري أثر على الوالدات وسعر الصرف الاخيري كل كل نجم نستبقل تقاطي البديلة معناها من 2010 وقانون تعرج بعد 6 سنوات ولا أكثر لذي كله نشوفه فيه للاسف معناها بوكودو بروجيات تي بلوكي السنترال الإلكتريكا على قيناهم مع تنين منذ خلط السنوات لذي نرجع منه بلابا من نفس الشي في الشيكل الكبير على قيناهم معناها وكي هذي كله معناها اليوم معناها كخبراء لازم كل يزم شوي استشراف يزم نحكيه هذا في أفق معناها بعيدة ومتوسط على الأقل لأن الطاقة الأمن الطاقي هو من أمن البلاد ومن سيادة البلاد والناس كله اليوم حروب في العالم تصير على الطاقة وإحنا عنا الإمكانيات لش نكونوا معناها عنا الاكتفاء الطاقي لأنه عنا طاقات بديلة عنا عديد من الطاقات لجل تكون متجدة وعنا خاصة كفاءات في طاعة هذا تونس كونت فيه كفاءات عديدة منذ الاستقلال موجودة في كل أنحاء العالم وتنجل تنفع تونس بخبرتها وبأفكار متاحها موضوع آخر أيضا في مسألة الدمون ومعناها الأسف اليوم نقلنا نقوله اللي نعيشوا في عجز الطاقي ولكن برامج ترشيد استيلاك معاش تفقدناها نوعا ما في تونس معاش تما هو التحسيس قبل أن كنت تذكر هو منظر تحسيسية وفما كمام حملة متواصلة لأنه نعرف اللي نعيشه معناها وكانا مش عارين اللي نعيشه في بلاد فيها عجز الطاقية وفيها نقص في المجال هذه فأيضا مسألة ترشيد الاستهلاك انتلاقا معناها من الدولة نفسها بالفاتمان بيبليك والاستهلاك هذا كله معناها يفو معناها رووار الشيء كما قلت الحوكمة أيضا الحوكمة أيضا ونعرف سيطانا سيكتور للأسف معناها كي غامل بكوتا توكس بباشا معلومات خالطة ومناس كل وعيد خبراء في القطاع ومناس كل تعطي في رأيها ومناس كل معناها نظريك مؤامرة موجودة بكثرة في القطاع هذية الحوكمة مهمة جدا ونحن كيف كيف واجهنا المشاكل هذية ورقينا معناها مسائل المشاكل سوء حوكمة مشاكل متعتصرف مشاكل متعقدة شفافية ما ننكروهاش موجودة معناها ويجب التعاطي معها كما هي مش التعاطي معها بالشعبوية ولا بالشعبوية لذوم احنا كل ما دخلنا في القطاع هذية حاولنا نصلحو حاولنا نبنيو مش فقط معناها ونقعدوا في المستوى الشعارات حاولنا وشوفنا العديد من التجارب كومنا بهم العديد من المشاريع اللي قناهم حاولنا نفس الشيء يجبون نحكيه على الحوكمة والمجهود الكبير كومنا بيه باش معناها تتحصل الحوكمة بتاع مش عملية سيرة بتاع بصعيب ومعطب وفيه بكو داكتور وفيه بكو دنجور ومعناها يفو ريما پراندر العملية هذية مش عملية سيرة ومعناها نظر في المخرجات بتاع حوار هذية واخذ قرارات في الحوكمة او في الامر الطاقي او في ترشيط الاستلاك او نظرة لفصفات بصفات بصفات ومعناها هذا هو الهتف نحب الناس كل تحكي بكل تلقائية باش معناها حقيقة انتدموا مع بعضنا لليلو ماهوش فقط مسجل الحكومة او الوزارة هذا معناها قطاع سيادة وطنية ناس كل مسؤول عليه مجتمع مدني جمعيات المواطنين نفسهم يزم يفهم مقيم القطاع هذية يزم يفهموا ناس كل معناها مستهلك للطاقة يعني يزم ينخموا في الوضع انتع بلادنا في هذا القطاع في علاقاته معناها عاش نعيشوا وحدنا نعيش ونوضعنا وبين همهو انترنسيونال صعير معناها عنا وضع متدني في الشاقية القديمة لأخيره دون هذو ما لكل معطيات نحطوهم على الطاولة نترحوهم نناقشوا مع بعضنا ونكونوا إيجابيين وعمليين نخرجوا لمخرجات إن شاء الله ومعناها نقدمهم ونقدمهم كتونس ونقدمهم بلادنا